هنا ليلة الحلمية أول مشهد أمثله في حياتي احترافاً يعني كان هنا مع الأستاذة محسنة توفيق ابن توفيق ابن توفيق البدري ابن توفيق البدري ومع الأستاذ ماندوحب علي والله يرحمه البيت ده كان دافي قوي جداً توفيق ومحسنة توفيق وعلي البدري بالذات في الحلقات الجزء الثالث ودول كانوا شخصيات بالنسبة لي أنا كمتفرج أو متلقي قبل ما نضم إليهم هم شخصيات من السحاب يعني شخصيات بحلم إن أنا أقابلها لأن كان خيال المؤلف الأستاذ أسامة عمرو كاشة وخيال المخرج الأستاذ أسماعيل عبد الحافظ وقيادة الأستاذ ماندوح الليسي والإقطاع الانتاجه الحالة دي كان ده بالنسبة لنا حلم عايزين نلمسه وعايزين ندخله اللي هو أنا اسمي مكتوب في ليالي الحلمية بالزبط حال أنا هنا للعلم إن أنا عملت في هذا الجزء ست مشاهد فقط في الجزء الرابع ست مشاهد هم بتوع توفيق البدري أيضا أنا أحس إنهم كانوا أكتر وأنا أحس إنهم أكتر لأنه أنا كنت مع ورق حلو ومخرج عظيم وممثلين كبار عظيم أيضا أنا كنت كمان شخصية محورية ابن توفيق البدري وكان فيه خناقة كده كانت عجيبة الشخصية وأنا ما كنت شو بقى أنا بتفرج على أجزاء لأنه هو صغير ما كنتش متخيل إن أنا لها بقى ده ولكن الحمد لله بفضل ربنا بس قولي بصراحة كنت تتمنى تعمل دور تاني في الحلمية؟ أنا كنت حابب دور اللي كان عامله بحاجة جعب عظيم مع الأستاذ صلاح السعداني الأدوار دي كانت دي أول حاجة خيال عايزة أعمل حاجة كده ولكن الحاجة العجيبة أن الأستاذ إسماعيل اختارني في حاجة مغيرة مختلفة غير متوقعة مني ولا يعني جديدة إن أنا آجي أمثل شخصية زي دي مركبة شوية وأول حد تطرف وأول حد يعني كانت بالنسبة لي خطوة جريئة جدا والعجيب إن أنا ما دخلت للأستوديو ده طبعا كنت مش فاهم حاجة مش عارفة تعامل لحد ما وقفت وراء الديكور على أساس إننا خلصنا المشهد فوقفت وراء الديكور بحسب أنها نعيد تاني ففجأة سمعت صمت في الستوديو وتعليم الناس مشيت فبالصدفة الأستاذة عبلة كامل معدية فلقاتني وفقتي تواف كده ليه قلت لها مستني قولولي هاعملي قالت لي يا عبيبي ده بريك ده مشي وأنت تروح توقع تأكل انت خلصت انت بالمناسبة خلصت ولكن كان بعمل مشهد فلاقي الممثلين ميساقفوا لي يعني فكرة إن كان إحساسهم بالآخر وده لسه جاي من المعهد وجديد إنه هم يحتوون احتووني جدا